طيب الله أوقاتكم على مدى أكثر من نصف قرن اتسمت العلاقات المصرية الإماراتية بأنها علاقات شراكة استراتيجية متميزة ممتدة ومتشابكة في جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية وشكلت نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية في التعاون الثنائي وفي التنصيق والتشاور المستمر لمواجهة التحديات المختلفة وفي الدفاع عن القضايا العربية فالعلاقات بين مصر والإمارات بنيت على أسس صلبة وضعها المغفور له أشيخ زايد بن سلطان النهيان تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الذي يصب في مصلحة شعبي البلدين وقد أسهم هذا الأساس القوي في جعل العلاقات تأخذ منحا تصاعديا في إطار تراكمي من التعاون الاقتصادي والتجاري وفي كل المجالات حيث تطور التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة بشكل كبير خلال العقود الخمسة السابقة وشهد طفرة كبيرة في العقد الأخير خاصة في عهد الرئيس السيسي وشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في ظل توفر الإرادة السياسية المشتركة في تطوير ودفع العلاقات بشكل مستمر نناقش اليوم في فقرتنا الرئيسية نتائج زيارة شيخ محمد بن زايد للقاهرة والتي بحث فيها مع رئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات ولكن بدايتنا دوما مع حزمة الأخبار أنا ياسر روجي وحييكم في هذا المساء